وحاجة وستين سنة على ما سمعت واموها اتنين وخمسين سنة وما فيش اطباع مش متوافقة فالام تريد الانفصال حتى لا تأثم عشان بترفع صوتها ما بسمعش كلامه هو بيزعلها فالرجل الطيب قال لها يعني انا مسامحك وفي نفس الوقت هي خايفة برضو عليه لانه رجل كبير العشرة فشيخنا الكريم تعمل ايه الحمد لله وصلاة والسلام ورحمة الله عليه الصلاة والسلام يعني هم متزوجان من فترة طبعا مع تقدم العمر ربما تضيق الاخلاق بعض الشيء تصمع المرض فعلى الزوجة ان يتحمل زوجته وعلى الزوجة ان تتحمل زوجها ويظله ما قوله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ونذكر الزوجة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت امرا احدا ان يزجد لا امرت الزوجة ان تزجد لزوجها ونذكر الزوج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر نعم عليه الصلاة والسلام يا الصلاة والسلام اشتريه اでした اشتريه 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 امرا لازمها اشتريه اشتريه اخدام هان وتعالى اشتريه او الاس vigي hemen